اشتركوا في القناة النداء الأخير برنامج حواري تحليلي يأخذنا من سفر التكوين لغاية سفر الرؤية وسيرافقنا في هذا البرنامج الدكتور عادل نصحي وأيضا مرنم مصر الحلو الأخ نجيد لبيب وأنا فؤاد رشو مقدم هذا البرنامج أتمنى لكم أوقات ممتعة تغيير نحو الأفضل وقرارات مصيرية تضمن لك الحاضر والمستقبل إذن إلى الأخ نجيب لبيب مرنم مصر الحلو أهلا وسهلا وياريت أخ نجيب تقودنا بترنيمة من تراني يلي شعب الرب يحدها أهلا بيك يا أخو يا أهلا وسهلا إلى تغيير مصيري الترنيمة اللي جاية وجدت كلا معي كده وقرارات مصيرية كنت في الماضي أثيم كنت فعله ماضي أعيش مع الأشرار مشيت في طريق أليم وشربت أنا المرار وجابلني يسوع محبوبي وطهرني من كل ذنوبي وجال جاهد واصهر خليك في انتظار يسوع أنت إلهي لا أعبد سواك أنت عزي وجاهي أفراحي معاك كنت في الماضي أثيم أعيش مع الأشرار مشيت في طريق أليم وشربت أنا المرار ويجابلني يا صامح حبوبي ويطهرني من كل ذنوبي ويقال جاهد واصهر خليك في انتظار ويقال جاهد واصهر خليك في انتظار يسوع أنت إلهي لا أعبد سواك هنت عزي وجاهي أفراحي معاك وحبتني محبة أبدي ويقال جاهد ونجعتني من كل خطيه ويجيتاني تخدني وكن في سماك ويجيتاني تخدني وكن في سماك سمعت كلام يسوع وبحب كل الناس بنادي بصوت مسموع عن من فد الأجناس هاتعالوا شوفوا المسيّة هاتعالوا خوضوا العطيّة ويخطياكم تغفر ويتخد الخلاص ويخطياكم تغفر ويتخد الخلاص يسوع أنت إلهي لا أعبد سواك أنت عزي وجاهي أفراحي معاك ويحبتني محبة أبديّة وينجتني من كل خطيّة ويجيتاني تخدني وكن في سماك ويجيتاني تخدني وكن في سماك شكراً جزيلاً يا أخ نجيل رب يباركك أخواتك إلى حضرة الدكتور عدل عنوان برنامجنا هو النداء الأخير وهو يتمحور حول محبة الله للإنسان هل هناك من شخصيات في العهد القديم؟ الله بيّن محبته لهم وهم في ضيقة وناداهم دي كي يخلصوا من هذه الضيقة هل هناك شخصيات حابت تكلمنا عنها؟ اليوم عايزة أتكلم عن شخصية مهمة جداً في العهد القديم سفر التكوين شخصية لوت لوت اللي هو قريب إبراهيم بأي أصحاح؟ دي بأصحاح بسفر التكوين أصحاح تسعة عشر أصحاح تسعة عشر فبيقول كده فجاء الملكان إلى سدوم مساء وكان لوت جالساً في باب سدوم فلما رأاهما لوت قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض وقال يا سيديا ميلا إلى بيت عبدكما وبيتا واخسلا أرجلكما ثم تبكران وتذهبان في طريقكما فقالا لا بل في الساحة نبيت فألح عليهما جداً فمالا إليه ودخلا بيته فصنع لهما ضيافة وخبزة فطيراً فأكلاه وقبل ما اتجع أحاط بالبيت رجال المدينة رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ كل الشعب من أقصار فنادوا لوطاً وقالوا له أين الرجلان الذان دخلا إليك الليلة أخرجهما إلينا لنعرفهما فمد الرجلان أيديهما فعدد عشرة وأدخلا لوطاً إليهما إلى البيت وأغلقا البيت وأما الرجال الذين على باب البيت فضرباهم بالعمى من الصغير إلى الكبير فعجزوا عن أن يجدوا البيت أضيف عليها أيتين بس في العهد الجديد من رسالة بطرس الثانية أصحى اتنين نفس الموضوع نعم عدد ستة بيقول على الرب يعني الرب إذ رمض رمض مدينتي سدوم عمر حكم عليهما بالانقلاب واضعاً عبرةً للعسيدين أن يفجروا نعم يعني الكلام بتعلوت ده درس لكل البشرية للنهاية وأنقذ لوطن البار مغلوباً من سيرة الأردياء في البعار جيد دكتور عدل حضرتك قرأت من الأصحاح التاسع عشر من سفر التكوين لكن في الأصحاح الثامن عشر نرى أن الملاكان مع شخص الثالث يزورون أو يزوروا إبراهيم فأنا حابب بأنه أسمعي ما هي أوجه المفارقة بين إبراهيم ولوط من خلال قراءتك لهذا الأصحاح جميل جداً المفارقة بين إبراهيم ولوط ماشي حلو خالص لأن أنا باعتقد أن الروح القدس يقصد ياخد لقطتين عارف زي الأفلام كده ياخدنا في مشهد أعفاء الصحة 18 مشهد مريح للأعصاب جميل معزي روحي جداً وبعدين يقول لي بس خد بالك في هنا بالمفارقة في مشهد تاني مؤسف المؤسف أكتر أخي فؤاد أن الاثنين مؤمنين فإحنا ربما الرب عايز في البرنامج ده في الحلقة دي بالذات يوجه نداء مش بس للخاطي البعيد للمؤمن البعيد نعم فإبراهيم أبونا إبراهيم شخص عظيم روحه يقول لك كده وظهر له الرب نعم عند بلطات مامرة عكسها أو بالمفارقة فجاء الملكان إلى سدون نعم وكان إبراهيم جالس في باب الخيمة وقت حر النهار وكان لط جالساً في باب سدون قرب المساء نعم رفع لط عينيه ونظر رفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال وقفون لديه الثلاثة هم عبارة عن شخص الرب يسوع بتاع أمس واليوم وإلى الأبد والثلاثة دول وقفين لكن لما راح للوت مرضيش الرب يروح معه نعم بعت ملكين بس في باب هنا ثلاثة هنا اثنين لما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض طبعاً لوت ما كانش عند الخيمة لأنه بانى بيوت وعمر واستقر فكان قاعد على باب البلد أو باب سدون برضو قام لاستقبالهما اللي هم الملكين وسجد بوكيه إلى الأرض ابراهيم قال ابتدى بقى بص لقى ثلاثة وبما انه مؤمن مميز ما سواش الثلاثة ببعض راح مكلم مين مكلم من اللي في الوسط وقال يا سيد يا سيد إن كنت إن كنت أنا قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليه أخذ قليل ما اغسلوا أرجلكم اتاكلوا تحت الشجرة أجيب كسرة خب اتاكلوا تسندوا لكم هنا اللوت بيقول يا سيدايا ميلا إلى بيت عبدكما هنا الرب وافق قال له هكذا تفعل كما تكلمت هنا الملكين ما كانوش عايزين يخشوا بيت قالوا له لا بل في الساحة هنا بيت قال لهم الساحة لا البلد دي بالذات مش مأمونة ودي خطيرة جدا ويعني إيه جرائم قاتل بتاع لهم أوحش دي بلد مضروبة بالشذود الجنسي فلازم تدخل بيت لازم تدخلوا بيت اضطروا الملكان يدخلوا البيت بتاعه نعم آخر حاجة إن لما لوت إبراهيم حاب يعمل عزومة وليمة والكل اشترك فيها يا سرق الحقل اخبزي يا عبيد يا خدمين ابتدوا اطبخوا هاتوا العجل المسمن اطبخوا اشوه كله كان مشترك وقدم عزومة تليق بجلال التلت ضيوف العظام دولي لكن صاحبنا التاني اللي هو لوت يقولك الكتاب هنا نعم إنه ألح عليه ما جدا مالة إلى بيته فصنع هو يعني إله ماضي يفهم الصور إنه قال لهم مراته مراته مش فاضي من سدون فهو اللي اضطر يعمل لهم أكل طبعا عشان يعمل لهم أكل مش هيطبخ ويدبح ويشوه لا يقولك وخبز فطيرا فأكله هذه تقريبا جيد جيد أنا هنتقل للأخ نجيب هل هناك من المفارقات أخرى غير اللي ذكرها دكتور عادل ذكر الأخ دكتور عادل إنه يعني الرب بنفسه راح لإبراهيم لكن بعث الملكين نعرف إن الملائكة خدام أرواح خادمة لله يعني نشوف اللي اتنين مؤمنين زي ما قال الأخ عادل وبعدين إبراهيم قال دعا الرب وقال له تفضل تاكل على طول قبل لأنه عنده شركة حلوة بس الملكين لما لوض دعاهم زي ما أرى الأخ عادل ترددها مش حابين يدخل بعدين طيب حسن السؤال قبل ما تكمل ما هو سبب تردد الملاكين برغم أنوا رايحين مشانيون قذمين لوط وعشيرتو أيوة لكن ترددوا إلى دخول إلى بيتو ما هو السبب هم أصله هم كمان دي مباينة أخرى هم جايين بخبر مش كويس يعني الرب راح لإبراهيم بخبر صار يعني ده هاي خبروا بإسحاق اللي جاي بس ده لا ده جاية ده جاية البلد هتولع يعني فخبر مش كويس فهما مش فضيين هما جايين مأمورين بقد مهمة مجايين جايين جايين دكتور عادل هم جايين جايين بمهمة ها هيقدموا المهمة ويمشوا ولا لازم يقوموا بمهامهم إلى يعني على أفضل ما يكون المهمة مستعجلة جدا زي ما قالت جيب مستعجلة هو الراجل هاد هو اللوت عايز ايه يعني يطم النفس عارف يطم نفسه طب انا متأكد ان الملكين منظرهم هم جايين كده مشدودين جدا ولانه جايين بمهمة قضائية قضائية مش خبر حلو يعني فزي ما تقول اللوت عايز يطم من ايه يا جماعة على مهلوكه قعدوا باتوا نتكلم قالوا فيه خبر مستعجل قالوا لا 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 على مهلوكه يعني عايز يعني مش على باله هو مش داير مش داير يعني عيشته وعايز يطول القعدة عشان خاطر يشيل من فكره ان هو بيدفع ثمن بيدفع ثمن عيشته في العالم تماما فلكن هنا كانوا هم مستعجين بنلبة بقى لله الابرهيم زي ما قال اخنا جيبه ليه ليه الرب ما راحش نعم اعرف ليه انا شخصيا بتصور ايه قعد الرب يحكي مع ابراهيم يقولك ايه قعد كان ابراهيم ماشيا معهم ليشيعهم ماشي مع التلاتة راح الرب ممشي الملاكين قالوا هم ازبقوا انتو وبعدين ايه هل اخفي عن ابراهيم دا الرب بيقول ما انا فعله بدأ يحكي معا ما تيجي معانا قال لا لا خلينا نفل يشرب مع الشخص الحليل عنده شاركة عنده شاركة وعلى فكرة الرب ما بحبش الدينة بس نفس الوقت بتقول دكتور عاد انه لوب كان مؤمن بس شاركته كانت ما فيه ما هي زي ما بقول الاخ شاركته كانت مقطوعة مقطوعة اه ارسل الملاكين لكن هو وقف في مع ابراهيم ها بيقول في المعادة الجديد نفس الشخص اللي كان هنا هل هناك يعني اه نفس الشخص دا مهم جدا انا يعني شوية اللي بيميز في بطر الستانية اصدقى ابراهيم ابراهيم عن لوط ها شيء مهم جدا ليه حابب يقعد مع ابراهيم وحابب ينقذ لوط يمكن الوضع كان اختلف لو كان رب مع الملاكين حاضر في العهد الجديد نفس الشخص اللي هو الرب يسوع بيقول كده في انجيل يحنى اصحى 14 ان احبني احد فعدا 23 يحفظ كلامي ويحبه ابي وإليه نأتيه وعنده نصنع منزلا وبعدين يقول لهم كده الذي عنده وصياي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه ابي وأنا احبه وأظهر له ذاته فهو أظهر ذاته للابراهيم وبعدين عايز يقعد معاه يقول له عارف له لأنا عندي بس متدايق من الوضع اللي جنبيك ده بتاع ابن اخوك انا ما كنت اعود معاك على طول هنا بس انا مضطر الدينونة هي عمله الغريب مضطر انا اسمع ابراهيم هم يروحوا روحوا يا ملايكة واسبوني قاعد حتى يقول لك الكتاب ايه يقول لك لما الرب مرضيش يمشي وذهب الرب ذهب طبعا لسه ما رجع مكان عندما فرغ من الكلام مع ابراهيم تصور شوف اللغة هنا رائعة اوه مش عندما قرر الرب ان يرجع طول ما هو ابراهيم بياخد ويدي معك يقول له احب اتكلم معك احب نحكي مع بعض وبعد ما خلاص يا ابراهيم خلاص طيب انا رجع ورجع ابراهيم الى مكانه الرب هو اللي رجع ده بديع جدا دكتور عادل لكن احنا بنلاحظ انه في الاصحاح 18 انه الرب كشف عن السر لابراهيم تمام وبلش انه ابراهيم حاوره تمام لكن بالنسبة للوقت كانت رسالة من خلال الملاكين تمام فيه اية في المزامير يقول ايه سر الرب لخاء فيه وعهده لتعليمهم احنا بنلاحظ حاجة اخد فوقت كتيرا النهاردة ان فيه مؤمن جسدي فيه مؤمن روح المؤمن الروح يقولك كده يحكم فيه كل شيء وهو لا يحكم فيه من احد زي في السادة كورنفس الاولى نعم لكن الجسدي عارف جسد يعني بتحركوا المشاعر الجسدية مم طبس طلع مؤمن اه حقيقي وبيفكر مثلا في الاكل واشتربوا العالم والفلوس والتجارة فده مش ممكن يتمتع بربنا ما يكشفلوش اسرار سر ممكن جيد مش منتصل لكن احنا متفقين على انه لوط كان مؤمن ايوة مش احنا اللي متفقين مش احنا اللي متفقين كتاب الاية كتاب احنا مين احنا مين حتى نقص في البعض يقول انه مش معقول انه يكون لوط مؤمن لكن احنا متفقين حسب الكتاب انه مؤمن اه فيه آية بتقول كده ولا ايه ما نعرفش احنا ما نعرفش اللي يعرف قلوب البشر هو الله وحده امين في بطرس التانية صححة اتنين اه تفضل عدد سامعة وعدد تمانية يعني بيبين انه كان بيعذب عن لوط بيحكي اه شو بيكون وعذب نفسه البر يبقى نفسه كان البر وكان متعذب بسبب ايه بسبب شرور اهل سدوهم وعمورة لانهم كانوا اشرار نعم فلانه ده بيعذبه لانه ضار ام اي شركة للظلمة مع النور لان الهنا اله قدوس فده يعني واضح انه مؤمن طب دكتور عدد اتنين مؤمنين لكن مؤمن يختلف عن مؤمن ما هيك ما هي صفات لوط من ناحية الايمان هاد الكلمة اللي قالها دلوقتي اخيانا جيب اه خلينا بس يعذب نفسه البر عارف دي معناها ايه يعني اقول حاجة اوضح كمان انك انا بنقابل ساعة بعض الشباب نعم بيعذب نفسه البر يعني فيه ساعة البعض بيعترف بيقول ليه فيه حاجات بتعذبني اقول له طب ليه اقول له بيقول لي بشوفها بافتع عليها الانترنت او الفضائيات حاجات مثلا مش مزبوطة اشياء خلاعيات او جنسية او مش عارق اي كلام فارغ اي كلام فارغ طب يا ابني ليه ما تبطل يقول لي مش قادر فانا باعتقد شخصيا انه يعذب نفسه البر مش معناها انه كان بيعمل كده ما يبصش يعني الى حد ما كان وكان بيشوف اه وبعد ما يشوف يرجع بما انه بار فيه صوت فيه طبيعة جديدة جواه يقول انا ايه اللي عملته ده حتى انه ايه اللي عملته ده مكتوب انه بالنظر والسمع مضبوط يعني كان يعذب نفسه بالنظر اهي بص دي نقراها التانية بص يا سيد بس الحتة الرائعة اللي احنا اسمعناها دلوقتي فعز الدينونة هنا بساد بوترس التانية اثنين يقول تلت مرات عن البر نعم لوط البار كان البر بالنظر والسمع يعذب نفسه البر حلو قوي قوي ان ربنا في طيبة قلبه حتى المؤمن التعبان مش بيهلك لا هلاك للمؤمن نهائي حتى لوط حتى لوط يقول لي دبر بس ده مش تصريح وكارت بلانش زي ما بيقوله ان انا اعيش في الخطيئة او ان انا اشارك اهل العالم وكون يعني لا بالعكس انا بعتبر هذا تحذير بالضبط بالضبط تحذير للمؤمنين يعني يعيشوا حياة القداسة طب دكتور عدل يعني بعد حلقة اليوم يعني اوجه المفارقة بين ابراهيم و لوط نحن بنعرف ان الملائين من المشاهدين عم يشوفونا الآن شو حابب انه تقدم رسالة قصيرة للمشاهد ايه انطلاقا من موضوع لوط والمفارقة بينه وبين ابراهيم ايه وزيارة الرب مع الملاكين لابراهيم وزيارة الملاكين فقط لمين ليلوط اقول انه لكل انسان مؤمن حقيقي متأكد انه بار ليه تعذب نفسك البر مش ممكن هتتمتع ولا مش ممكن هيرتاح قلبك وانت بعيد عن ربك يبقى انت مش هتقدر تعيش زي اهل العالم مش ممكن وفي نفس الوقت ما انتش قادر تعيش زي الابراج كويسين فانت بين الاتنين لانت محصل خاطئة تيم عايش في الفجور غرقان في الطين ولا انت زي ابونا ابراهيم وزي الناس الروحين الحلوين اللي احنا القديسيين والمؤمنين الاطقاء اللي بنسمع عنهم ما تاخد الخط المزبوط وترجع للرب وتطلب التوبة وقول له يالي غسلتني بالدم سامحني النهاردة ابتدي معاك عشرة جديدة واعزم بكل قلبك انك تعيش مع الرب امين شكرا جزيلا انا حابب انه الاخ نجيب يختم الفرصة بترنيمة وايضا ياريت انه صلاة مع المشاهد اخ نجيب امين امين عزيزي المشاهد ويمكن اول مرة تسمع الكلام ده وتعرف انت حكاية سدمه عمور من زمانه الغضب والقضاء نازل قريب جدا وستحترق الارض اللي بنعيش فيها والمصنوعات التي فيها اهرب لحياتك قبل فوات الاواني اسمع هذه الترنيمة وارفع قلبك معايا ومعانا كلنا بالرب يسوع يلي عرفت الراب يسوع وتمتعت بنور انجيله يلي عرفت الراب يسوع وتمتعت بنور انجيله عالم كله انين ودموع ليه حنيت لظلامه ليله عالم كله انين ودموع ليه حنيت لظلامه ليله عسى للعالم عمره ما ينفع ايه يحصل لو دست عليه بس كلام الرب بيشبع عود ليلهك وشبع بيه بس كلام الرب بيشبع عود ليلهك وشبع بيه كنت من كل قلبك ناوي ترجع للرب سواء لأول مرة ترفع قلبك ليه او اذا كنت طلبته وقبلته من قبل قبل ما هنصلي اذا كنت لسه مقبلتوش بالايمان في قلبك من قبل كده صلاة الشرير مكرهة لا دا الله يعني ما بيطقهاش لكن واحدة بس بيحب يسمعها منك ارحمني انا الخاطئ طلبها من قلبك قل له يا رب صلي الان انا سمعت اليوم عن غضبك اللي جاي قريب وعن محبتك انا بطلبك ارحمني اغفر لي انقذني من الغضب الاتي وان كنت قبلت الرب قبل كده ربه سيده مخلصه اغتسلت بدم المسيح قل يا رب اعطيني نعمة اتخذ قرار الان انا جايلك ادوس على عسى العالم وهرب لحياتي ثق ان طلبته من قلبك هو قال تطلبونني فتجدونني اذ تطلبونني بكل قلبكم عزيزي المشاهد اذا اتمنى انك استمتعت بحلقة هذا اليوم من برنامج النداء الاخير شكرا جزيلا دكتور عادل نعم وشكرا جزيلا ايضا الاخر نجي نجي اشتركوا في القناة